السلام عليكم في البارت الثاني من المحاطرة السادسة التي هي STI sexual transmitted disease بعد ما اخذنا بالبارت الأول مقدمة عن العراضة والكامل البرزنتيشن التي يجبها للبايشينت أو الأشياء التي ينصاب بها مثل أوروترايتيس واخذنا كذلك أول سبب المنسببات اللي هو الكلاميديا تراكومات اللي هي تراكوماتيس هس راش راح ناخذ الدور الشغلة الثانية اللي هي القونوريا القونوريا هم بها تقريبا الكلاميديا لكن هناك بعض المفارقات اللي لازم نخليها بالنا دائما لانتجي بالمسي كيو ذا السوال القونوريا هم منها تعتبر بكتيريا وهم جرام نكاتيف وديشة الكلاميديا هم من جرام نكاتيف تمام؟ ديشة انتراسولولر هم انتراسولولر هذي دايبلوكوكس يعني شنو دايبلوكوكس يعني ثنيا الثنيا من اللازقات ببعضها على شكل دويرات شوان الخر زمان السبحة اوكي مثل ما مثل الشوكالاتة يعني الشوكالاتة العادية يزرعونها بيها فهذي اول شاء الله زيان بعد في مياض هناك ما ناخدنا بالكلاميديا بالميل والفيميل هنا سرح ناخذ بالفيميل زيان بالفيميل مايبي اسوبتوماتيك مايبي اسوبتوماتيك اوكي؟ بينما هناك تططني اعراض بالفيميل هناك شنطت نططني يورثرايتس وانططني كذلك سرفيسايتس زيان وقالنا من اعراض الكلاميديا انه يطلع لي فهد بص ممكن وياما وهي يعني بالسرفيسايتس يطلع لي بص وباليورين نسلم انها متلازمة شهر العسل تمام؟ يصر ألم بالبلدر يعني بها اعراض هذا تكون اسوبتوماتيك حلو؟ زيان كأنه tyrrhe علش queda فهج تضلع اضل السرفيسا werk هم مصعبة السرفيسا który աيني س управحل في أنها قدا تنطيني فهبتا بتهم عروف البرática الذي كان نظر سعر هذا حسنا يصبح تشابه حتى الآن ما هو الوريثرةl syndrome إذا قد اصاب الشركز نطلقني فاجانال دسشارج إذا قد أصاب الشركز نطلق السجاركز نطلق العراف أصاب السجاركز نطلق العراف 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 وقام ب blendرات p.m. قالت معي حسنا اذا قدمت الأولى كانت تغيب أن تغيب ذلك ما هو الدف موجود؟ ديوريث وأخذ عرافة وفرقوانسي بالإضافة إلى هذا فعله لذلك ما هو الارجنسي الارجنسي اللي هي الرغبة بالليورينايش بعد إذا يورثرا يسبب إذا يورثرا تضيير يورثرا سيندرون حسنا الحد الآن تمام بس شن هو هذه الورثرا سيندرون بطبع لكم الأحراض شن هي DDF وضفنا لها اليور تمام فريقونسي دسشارج ارجنسي وكذلك دسيوريا بس شغل قتلكم بها أنه بالفيميل ما كو دسشارج من اليورثرا اكو دسشارج من السيرويكس بينها بالميل لعب بالميل أكو ديشارج من اليورثرا فإذا حصلت على الفيميل دائماً استثني ما هو؟ استثني الديشارج من اليورثرا حسناً لدينا اليورثرا السندروم التعددين كل ما تنبالك أوكي ديشارج فريقوانسي ديشوريا أرجنسي بس بالأخير شين الديشارج فخات ضيثه منه ومنه السيربيكس خلصنا من هذه الكمليكيشن مالتها شين هي أول شيء؟ بي اي دي ذي تهمي اليورثرا يجب أن نقوم بإي ديشارج حسناً؟ وهذا يقول أكسشنالي مع تيوب وأوذير أبسسس ما معناها تيوب وأوذير معناها تكون الالتهاب وانصاعد صاعد بين تيوب وبين الأوذير ومساعدة أبسسس هناك في المنطقة طاقة السالفة تفتح البنائتين اللي نقلنا هو البيتراج أبارة عن التهاب صاعد أسندي يصيب أولا السيرفيكس الدور يوتراين الدور يوتراين الدور للأوذير بعد يقوم بارثولين الأبسسس يقوم برب أولا السيرفيكس الملاددين لكنها لم تقوم برجها في التسمية أكتير تقوم بأولا السيرفيكس منتقلة هناك عبر بالعثور بلاذي ي behavior أفضل الملادين أكثر من المدين غير يوجد الدور خلال في الحأسي وكذلك هي علاقة للبوط الأساسية وهي علاقة للسعicle ولكن حينها سعيد أثناء سعيد أثناء من تزوج Arrival وهي ليصلك معلمة علماية ولكن من الأغلب يتم تحديم سعيد أن يوجد رائع روموتوال ألفريتيس شيئ من السوالف فهذا يجب أن يكون بسعارك جيد إذا تذكروا هناك الكمليكيشن مات الإكلاميدي نفسها وكذلك قلنا بعد قلنا أنه ممكن أن يصبح عندي بريهباتاتيس همينه؟ هم أحد الكمليكيشن اندوميتراتيس ساربنجايتس إلى آخره وهذا الكمليكيشن معناه نحن جاء نسوي مقارنة وهذه التوبية أوفيرن أبسس اللي هو عبارة عن أبسس الصغير بالتيوب أوكي البارثولين أبسس هذا الصغير البارثولين إغلاند صار بها موجودة بالفيستوبية والماتة الباجائنا وهنا هنا تسمي نيتد غونو كوكا انفكشن معناها المنتقلة تنتقل عن طريق الدم وتروح لتطرب أماكن من ضمنها الجلد شوف تطلع حيث شي حيث تشعون الفق على ذلك زيان التونيك الربزنتيشن المير هناك خدنا في ميرها سنأخذ المير هناك الكلامية تذكرون أننا أخذنا المير ما هو أكثر شي عنده؟ أكثر أكثر سمته بإجابيه هو اليوترائتس مولو لا وبين الكوميليكيشن مالته مين هو؟ كوميليكيشن مالته بالإضافة إلى ذلك كانت أكو متلازمة ليش يسمها؟ الريترسينروم هما أخذناها وبالإضافة إلى ذلك أكو بروستايتس أو بوكايتس ذني أربع الشهرات اللي قيناها بالمير بالكلاميديا هنا بالمير بالقونورية أول شي عنده اليوترائتس هو عنده المير هو عنده بس يورثرا بره يعني والباقيات جوة اليورثرا البروستات والكذا من الموجودات جوة يصيرن بعد إصابة اليورثرا لأن اليورثرا صارت برأس المدفع تمام؟ فهذه الانكيوبايشن مالتاة من يومين إلى سبعة أيام بينما تذكرون بالكلام الذي يجعلون الانكيوبايشن مالتها 14 يوم فترة الحظانة مالتها هذه 2 إلى 7 يعني تقريبا نصف المدة بعد عراض اليورثرا يعني يعني يعاني من اليورثرا هو عراض اليورثرا شن هو دي دي اف دي سوريا ممكن و أفف ريونسي بعد دي سشارج أشوف يذكر لك إياها بعد بوريلنت يورثرا وموس يورثرا انفكشن سبتماتكة تكون بها عراض أغلب أعراض اليورثرا ويلا بالميل ما تكون عراض ما هي العراض دي يو اف أو دي دي اف يو ما هي دي سشارج فريقوانسي مو؟ نفس اليورثرا سنتر ما نقصد بها دي سشارج فريقوانسي دي سوريا ارجنسي حسنا؟ جيد ممكن البروستات المطلقات يعني بروستات بروكتايتس ها من نفسها الان موجودة هناك بالكلاميدي والفارينجايتس وين صعدنا الفارينجايتس سوارة ثلاغادي وين نحن نشتغل سوارة للفارينكس ما يكون هناك دائما دائما من تيحدث على مراض خاص بيمن بالروبروتكت سيستم وتشوف المرض منتقل وين للشغلات اللي موجودات بالجهاز التنفسي أو للشغلات اللي موجودات يعني هاي بالرقبة ما رقبة بالحليق ما حليق بالشفاه ما شفاه فاتذكر الأورال سيكس لأنه ممكن ينتقل من الجينيتاليا تمام ويروح عن طريق الأورال ويصيب للستركترات اللي مرتبطات بالأورال كابيتي فهذا الفارنجاتيس هي عبارة عن كومليكيشن أو سكندري كومليكيشن علم للأورال سيكس بعض الشكل طب تعتمد على الهياجين الكمليكيشن مالتها إذا ما عالجناها بالديماتيس تذكرونه هناك بالكلاميدي همينة اليوروثرا إذا ما عالجناها عالجنا الالتهاب ما تصر عندي بالديماتيس والديسمنائتل جولان كوكا انفكشن يعني تنتقل ممكن عن طريق الدم مسبب للالتهابات في مناطق أخرى أو بالساينوغيال جوينت تمام وكذلك سويد الرائشة شرون هذنها اليصالة بالفيميل الدياغنوسيس ماذا نعتمد على السمير على السمير على السواب دعنا نرى ما نأخذ يقول بالدياغنوسيس نعتمد على السمير هنا بالبداية من هي القونورية تمام ماذا نكون شكلها إنه دائبلو كوكا يعني نحبايتين وحنا بصفة ثانية وثلازقات دائبلو كوكا هذه خلصنا من نعتها كالتشر كالتشرها هناك تذكرون هم منها كالتشر نعم أنها كالتشر ما كالتشر وزراعة لكن الزراعة هناك مكلفة وليس كالتشر حسنا بعد أنتجين ديكشن تيست نفس اللي حجينا هناك اللي يشبه الأميون فلورسنس اللي هو الأميون فلورسنس والإنزايم السي إنزايم إميون السي تذكرون قلت لكم إذا هذا الإنزايم إميون السي أنه أنا أتصبغة هاي الصبغة تروح للرياكشين اللي يصرب للأنتيمودي والأنتجين فأشوفه أن هناك تفاعل أصوره وأشوفه أشوفه هنا من الأورغانزم اللي جايت عاركا تمام؟ وقلنا الأميون فلورسنس اللي هو أتصبغة الصبغة الأنتي بودي هذا الأنتي بودي وراح يروح للأنتي جيني كتله مو؟ فرح أروحا أعرف الأنتي جين اللي رح يلزق به الأنتي بودي أعرف أنه هذا مايكرو أورغانزم في السحبة وأسوي له فهو هاي يخصد بيها بالأنتي جين تيست تمام؟ ونيوكليك أسد تيست اللي هو البي سي آر نفسه مرفح صد دي آن آي الموليكولي ربثت هم موجودة نفسها بالإكلام الاسبايس مين اللي هو جمع العينات هنا بالفيميلز هي معده سيرفيكال سيرفيساتيس أو أي اندو سيرفيكال سواب أسحب سواب من الفتحة الداخلية من السيرفيكس هي معده يورثريتيس أوكي أخذ من يورثرا سواب همنا تمام؟ وقل لك همنا ممكن تقدر راكتال آن فارنجي السواب ليش ليش الراكتال همنا ممكن فهد آنال سيكس وفارنجي السواب لأنه ممكن أورال سكس ومتقل لغادي سابلي فارنجي هاي بالفيميل حتى الميل همنا الميل إذا نصاب في الأورثرا فأقدر أخذ السواب من الأورثرا وإذا نصاب الفارنجي سابلي فأقدر سواب من الأورثرا الفارنجي يقول سيرا قول هم إسم فارنجي يجب أن تأخذ المسح من الكونورية هذا الشخص يحتوي على الفارنجيتس عندما تأخذ المسح من الفارنجس يكون الوسطة التي تزرعها في صفك لكن يجب أن تأخذ المسح قبل أن تزرعها تتخذ السلفة هذا هو الوصول التريتم تذكرون هناك الماركولويد والبوكسي وهو من عائلة تيترا ذكرت العلاجات لا أثمن مال ذيك الآن هناك ما يقول أنه سيراغونوريا تكون حساسة للأدوية بسرعة تتأثر بسرعة طيب الشيش الغرفي يعتمد على السبتم أنا من أنطل العلاج فيعتمد على السبتم وإذا هي سبير أو سبير وطي كورس مع العلاج أعلم؟ يقول البنسالين يسكمل بيح يعني أنطي البنسالين بس البنسالين وهو كمان يقولون ما سوف أفعله؟ وهو سفيتراكزون سفيتراكزون اللي هو إنتراموسكولار جاكشين آي أعلم هذا يذكر مرة على طريق الإنتراموسكولار يذكر مرة واحد يامنا همنا سفيتراكزون هي إنتراموسكولار طه إنترافينوس يعني كان المريض قريب على الوفاة أصلاً المهمة فشاهدنا هناك نجد من المسبب الثالث الذي هو الهيربس عفوا الهيربس سيملكس فيروس تمام؟ هذا الهيربس يمكننا أنواع طبعاً يقولون أنه يعني مكابسل 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 الأسباب التي سبب ليها هو الهيربك الهيربس ما تفعله؟ هذه اللطمة لا تضح والألسر سبب للألسر فهو أكثر أكثر ألسر سبب ألسر سبب ألسر التي تحدث هناك هذا ألسر حسناك ألسر ترى أن تكون باينفول يعني الأرثر اللي يصير باينفول هيركز لي بها رح يقارن هواية اللي راح تتجي تمام او ديسوريا ليش ديسوريا ألم بين أثناء اليورينايشن لأنه هاي الألثر إذا لحها يورين واليورين يكون يعني محلول مثل ما نقول إلا قاعد يوحها مضي فها راح تحرقها صراك حرق في ديسوريا انيقوانل الينفوادين وباثي هم ممكن يصيب إياه وينتقل عن طريقها والفيفر بالإضافة لذلك نبجي للكلينكال مات الريكورنجينيطال هيربس يعني متكرر عند السالفة فشكوان اسيبتوماتيك لو بأعراض بس الأعراض مودريتي ليش لأنه شون تعود عليها ريكورنج يعني تكررت عندها مراثانية جسمك أو لها انتباديك أو لها كذا جسمك يقدر يحاربها فما تظهر علي الأعراض مثل ما تظهرت بالإصابة الأولى ما فرق بين الريكورنج البرائماري يقول لكم هي الإصابة الأولى مثلا هذا كانت عندها إصابة بنوع هيربس مثلا نوع A فرضا وفترة نصاب بنوع A من أول مرة نصاب بنوع A يسميه من ثاني مرة نصاب بنوع A أو نوع 1 أسمي ريكورنج لكن لنفترض أنه من أول مرة نصاب بنوع type 1 سميته برايماري وثاني مرة نصاب بtype 2 ونصاب بنوع فهذا ما يعتبر أنه ليس نفس الأنتجين ليس نفس الشغل فخات نصاب بنوع هم سمير وثواب بحسب المكان الذي يريد مثلا ألسر أخذ من الألسر عندها أو هذا اللي هو عبارة عن حباية بها سائل أخذ من عدها يعني الفلويد اللي بيها وفحصة وشوفها التريتمنت عن طي سايكلافير أو سايكلافير معرفة ما كذا سايكلافير نطي حسنا هذا هو نفس اللي قلت لكم بها أشوفها السرات اللي جاي والفسيكولس اللي عبارة عن حبوب بيهن شوان السائلة والفلويد اللي بالداخل هسنا جلما للنوع الثاني اللي هو الهومان بابلوما فيروس تمام اللي هو مسبب لي ستي هذا هو عبارة عن سمول ودابل ستران دي انا ذاك هم دابل ستران دي انا تمام ذاك انكبسوليت there are other مئة تايب يعني عند مئة نوع تقريبا من هذا الفيروس لا من هو الفيروس بأنواع هواي أي فيروس لأنه نصبية طفرات وكذا with the highest risk attributed to HPV 16 اه شوفوا 18 و 16 لأن الأنواع مالة ال HPV ذالي يسبب لي مالغنانت لكن نوع 11 ونوع 6 يسبب لي بناين بناين تيومر يعني اوكي strong association with the certain high risk tape with the cervical carcinoma سبب أنه بعض الأنواع اللي بي مثل هذي اللي هو 16 و 18 سبب لي high risk ailment cervical carcinoma it is the commonest STI تعتبر common The clinical representation أول شي أول شي ستكون cotaneous شون الجلدية ميوكوس ميوكوس بالميوكوس and anogenital anogenital يعني الانوس وارس هذه الوارس التي تظهر شون الفائل والات بناين 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 ممكنها ما تكون وتكون بين ليس هذا بناين و varicose epithelial or mucosal outgrowth يعني شون تظهر فائل الولاتي طلعا شون البوليبا والفائل الولاتي طلعا بالبنس والفولفا اللي هي الليبية والفاجينة واليورثرا والسيرفيكس والبرين والسكن وذين كل يتنصيب يعني هالمنطقة الهنا جينتائي وذين السوالف الدايجنوز اول شيء يعني clinical يعني clinical يعني clinical يعني clinical يقصد بها لأن العراضة ويقام بايوبسي عن جينو يعني باب سمير اللي هو هاينا يقول بالكوس هذا الباب السمير يسمونه للسيردكس يفحصونه يفحصونه يعني بري كانسر يعني ما قبل الكانسر عمود يشوفون اكل ولا او ممكن يصير او الاخر فريتمنت نون فريقوينت سبونتانيوس ريزوليشن يروح يعني يكون تلقائي تمام وممكن توبكال بودوفيلين بودوفيلين طبعا يعتبر تيتراجينيك فما انطي مرات بالمرأة الحاملة والكريوثريابي اللي هو الكوي تشيلها وتكويها هاي الفالولة تمام ونتراليجنال انترفيرا يعني انترفيرا يعني شون الكوي والفالو اوب اللي لازم اتابع عن الحالة عندما تشوفون خاف اكتطورات خاف تصير ماليقنانسي الاخره السمفلس السمفلس اللي هي تريبونيما تريبونيما بوليدا هذي الشكل المعنى طبعا مثل سبرينك سبايرو كايت هاي ما علاقة بها ان شاء الله عامة يقول ما يبي ممكن تكون ممكن تكون ممكن تكون مالتي ستيج يعني بي اكثر من ستيجات ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 الى اخره ما يحبوه السمفلس سمفلس 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 مالتي سمفلس 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 هاي تكون سبتماتها 3 years تمام؟ أما chronic granulomatous lesion يعني سبب تجمع الخلايا المناعية وذن السواف راح تصلكوا granuloma أو cardiovascular and CNS pathology ممكن تكون echocardio أو يعني بالأمراض الجهاز العصبي هنصر بيها مشاكل Diagnosis يقول dark film microscopy وسيريولوجي test إذن هنا أكثر شيء سبوه هي تريتمنت عن test of cure يعني test of cure أنه نعطيها بحيث على قد الشفاء ولكن هناك مراعاة مع مراعاة الحالة الصحية يعني شلون إذا أجتني واحدة حامل وما نعطيها أنا مثلا doxycycline يأثلى على البون ويأثلى على التيث مع الطفل حتى الزيتروميج لم أعطيها مرات فلازم يعني أشوف أن العلاجات لي متفد المشيمة إذا لم تعد الطفيل يعني test of cure هذا البرامري والسكنداري والتيرتشري مجرد هذه التريتمنت هم أنا باستقروها ما بها يعني في الإضافة أو شيء هسا نكمل بأحد الكوميليكيشن اللي يصير بسبب STI اللي هو وأنه عبارة عن ascending infection يعني أول شيء يصيب لرأس المدفع من هو من هو اللي يصير برأس المدفع أول شيء سيرفكس أو حتى الورثرا ممكن بس الورثرا ما لا علاقة بال بال الورثرا مثل اللي يعقص دعا اللي برأس المدفع من هو أكثر شيء السيرفكس وممكن من السيرفكس تنتقل من لل الجسمة لطبقة داخلية اليوترا اليوترا أي اليوتراس سبب لي اندوميترايتس اندوميترايتس وممكن تنتقل المن من اليوتراين وانا تروح للتوب سبب السال منجايتس وراحة ممكن سبب لي أو أو فرايتس اللي هو التهاب الأوري وممكن بيلفك بيروتونايتس اللي هو تطلع يعني قلتلكم عني هنا بين الأوري وبين السالبينكس ما عندي فالاتصال الوثيق لذلك اكو فتحة تطلع على البروتاني وكافتي فممكن سبب لي بيروتونايتس بيروتونايتس وممكن تيوبو أوفير العبسس لا زائد أو ناقص لو تصبح تيوبو أوفير العبسس لا ما تصبح وهذه تكون ضمن الجسم ضمن التيوب وتكون مصاحبة باكيوتبين هذا هو نورمال سيربيكس وذ اكتوبي الآن سنجي لل بي اي دي ريسك فاكتور ما هو الريسك فاكتور نفسها تقريبا اللي حتناها هناك بالبداية مات الاستي الجسم أول شيء ليش اليونج لي أنعدهم أما فيرس انتركورس اللي هو متلازم الشهر العسر لا تذكرون بيها تمام والسبب عن التهابات ومالتيبل سكشوال بارنت يعني شنوه يعني واحد مثلا عنده أكثر من مرة منزوج أكثر من مرة أو لا هو منزوج أوكي بس يسوي علاقات محرمة همنا فهنا همنا هذي ممكن سيب بيه انتقال الانفكشن مال بارنت بارنت غونوريا أو الكلاميديا يعني هو المال مصاب أصلاً وينقلها للفيميل همنا الضغط ليس بالجميع بالجميع يعني انتركورس يكون هواي همنا الضغط بالجميع التأكير نوع الضغط يعني يعني 30 يوم يعني مرة مثلاً مطلقة وتتزوج بعدها ومتزوج بعدها تتزوج بعدها ثلاثين يوم هاذا لن يجعلها مشاكل وإنفكشن تمام لذلك هساب الدين الإسلامي يقولون يقولون انه يابا اذا المطلقة في الحد دمارات 60 يوم على موت تم ضفد مرة يالله تزوج واحد ثاني فاذا هيد شي راح يصير عدها انفكشن همانه الكوهول همانه هوا اصلا اصلا يقلل المناعة هذا او سيجاريت سموكي هما يقلل المناعة في اثنين ينكريز الايو دي شو اسمه انكريز ريسك اتبوين او دي انسيرشن ريموفال فور فيو ويك هذا الايو دي اللي هو الانتر يوترين ديفايز اعرفونه هذا اثناء ما اندخله وانطلعه فممكن همانه بي انفكشن اذن السؤال في هستوري او بي اي دي او سي دي في هستوري سابق وديموغرافيك سوشيو اي كونمك ستاتوس هاي احجان عنها سوشيو اي كونمك في البارت الأول من المحاضرة الكوزتيف اورغانيزم اذن همانه قدامكم نيسيريا عندي يعني شوفوا يقول لك هنا بولي مايكروبيل يعني تصبح بسبب اكثر من مايكروب وهاي الأموم معنى اختصار المايكروورغانيزم تمام نيسيريا هم قد نصير الكلاميديا هنا اكثر شيء كمان البكتيريا والفاجينو النفس اللي ذكرناه لبداية اللكشرة تمام سيثريبتوكوكايل هيموفيلوس انفلاونزا سايتوميغولوفايروس والميوبكترومتوبركالوس اذن اكثر شيء هنا اللي يصير الباثوجينيسيس يعني شون يصير يقول لك انه السيندين يعني انفكشن من الاندو اندو سيرفايتس ينتقل للي بعده عن طريق اللينف نود تمام وان يروح يروح للاندو امتريوم للمرتبطات من نفس اللينف نود اوكي فيسبب لي هناك شنه اندو امترايتس همانا وممكن هم كذلك ينتقل عن طريق السالبنكس وعن طريق السوال ويسويلي التهاب البريتونيال في بريتونيال يعني المهم يصير الانتقال الفاكتور اللي متعلق بيما بالصعود مثل انفكشن شلون ممكن عن طريق الانسروميشن يعني شلو انسروميشن يعني ادخل فتشي بالفجائنا او بالرحم او كذا تمام اثناء العملية اثناء الفحص او هذا اللولب ممكن اللي هو الايو دي انتريوتران ديفايز مثلا الى آخلي الى آخلي المهم او ممكن هرمولان تشينج هرمولان تشينج من علاقة الها علاقة الها علاقة بالبكتيريا اللي هو نسيت اسمها الراحة عن بالي الباصل مو الاكتوباصلس نسيتها والله هذا اللي موجودة بالفجانة وشي سوي اللي تنطين الفرازات الاسد على متمنع لدخول المايكروبات وذن السوالف تعتمد على الاستروجين اذا اكتو استروجين هي تشتغل تنطيني فرازات اسدية على متمنع لانفكشن اذا استروجين بيه ديستربانس فهي رح يختل شغلها المهمة توقع لاكتوباصلس لاكتوباصلس اوكي بعد رتروغرايد منستروشن يعني المنستروشن 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 رح ترجع باتجاه المعاكس فرح تسبب لي اتهابات جوا ترجع بسبب هواي شغلات طبعا الها عراضحة طبعا هاي ما الريتروغرايد منستروشن هي تعتبر احد الثيوري اللي يسبب لي هاي الساقة مال شي اسمها مول اندوميترايتس غير هنسيتها المحتروشن المتريوس تعتبر احد اثيوري الها و شرحتها المستروشن السابق لأني مشكلة و قبلها وهنا هو الكولانيزم الكولانيزم أكثر بالباثواجينيسيسي لسبب لي الباثواء يجب ان تلتحى باللسيرفكس الأولى وهي ممكن تنتقل الناسيرفكس للكلاميديا هو السيليا قبل الإصابة دعاء السيليا طبيعية بالإصابة تذهب يمكنك كتابكم بلغناثي أو إيستصال به المرحلة الثانية هالأول شيء أبدومين أمرين الشائعات ويمكنك مع أنواع الأعراض أبدومين 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 الهيئة صفية أي حركة بيض يجبك العلوم اخترق الأطباء الآخر موضوع المعرفة هكذا موضوع 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 و موضوع موضوع المهم أن نتحتاج لفترق ما هي الأطباء موضوع 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 خلاصاً شغلتي نحمينا بعد الشعرات الأخرى Dysbaryonia اللي هو شعرات الأخرى ألم دورين انتركورس ودرجة الحرارة تصعد لأنه أصلاً أسلح وادينكسل هو شكو ماس الصين ما بين الأوثوري وما بين الجسم يعني على طول السالبنكس وبيلت فيك ماس إذن هنا الأعراض البرجاني أول شيء يجب أن أقوم بعمل تسط لأنه أعمل مع اجراء برغنانسي برغنانسي تختلف عن ما أعمل مع مرة بعدها برغنانسي لأن العلاج يختلف يختلف يجب أن أجد بارض الطفيل يتأثر يتأثر لأخر بعد ترايبل ماذا ترايبل ترايبل ثلاثية ثلاثية من الفجائنا من السيرفيكس ومن الأوثرا فيجانا سيرفيكس و رفرة نذني هذا ترايبول يعني ثلاثيات شونا أقل لك ربطهم السواب يعني شو قال لك لترايبول هنا قال لك هاي فيجانا السواب فيجانا السواب إذا كان أكو التحاب بالفجانة مثل الفجانوس فأخذ السواب من الفجانة وإندو سيرفايكال السواب بني سير من أنجاتس معود وإندو سيرفايكال السواب ري هو بيكلا ميديا تراكمات وباليوراثístرا السواب اللي هو هنا في المائل فقط بالمائل فقط آخر عين أخذ السواب لأنه جعلنا أتبا حسن علمو باليفيمية لتأخذ السواب ليه حبيب اخذ السواب باليوراثيرسواب با technological facedنا بالشيء بذكر أخبناه لا licenses مات اليوراثptic بالいきます وحتىOT المهم بس هذا هنا أكثر الشهرات التي يخسرنا بعد الميسترين يورين تعطون الميسترين يورين وهذا يبحث بها عن طريق اليوكوسايت والنيتريت إذا موجودات معناها أكوينفكشن الميسترين معناها أنه أقل للباسيين أنه مصرسة ويورينايشن بداية الورينايشن سيطلع ولي ما علاقة به يعني ورا شوية الدور أقطع اليورينايشن ونطينة عينة من عنده تمام سيري اكتيف روتين هذا يصعد ويأي شسمه والESR وهو الاسترين الهوكوسايت وهو الترسب وهذه علاقة بالإنفكشن ازداد الآخرى علاقة طردية بعد الهوكوسايت الفجاني ها يقولناها إذا موجودك اليوكوسايت وإذا آخره السيغولي يعني سنقدر نقول الكمليكيشن للأمد البعيد الاميديايت اللي يصير بسرعة اللي هو تيوبو أوفيلين أبسيس وهذه يقلناها لحد العراض والبيو سالبنكس إذن يصيران أكثر شيء الانكتر راح إذا الانكتر راح سبيل ممكن اكتبك برغنسي وهذه اكتبك رينسي يقول إذا إصابة وحدة فراح يعني إصابة وحدة في الرزق في سبعة تمام أنه يصير عندك اكتبك برغنسي تيوبو الانفيرتولوتي هذا الانفيرتولوتي اللي هو يعني العقوم يعني أن البيض لا يستطيع التوصل ولا لا تستطيع التلقح أو حتى لو تلق أي شيء يعني إذا إصابة وحدة يكون عندك نسبة أنه يصير عندك الانفيرتولوتي يجب 12% إصابة 25% ثلاثة إصابات 50% إلى 75% تمام لأن كلما تصاب كلما أقلت السيليا كلما أقلت السيليا كلما أقلت أنت تدفع أوبو وتدفع الاسباب ديسباعيوني هي قلناها كرونيك بي اي دي هي قلناها بيلفك ادهيجين هذه هي قلناها بلفك بيين بيلفك ادهيجين يعني أوكي هذه هنا نفستيكيشن يقل لك عما عن طريق transvaginal sonography or MRI MRI على ما نشوف إذا أكو بيلفك ماس كانسل لنسوالف لابروسكوبي هذا لابروسكوبي طبعا هو أفضل على ما نشوف إذا أكو hydrosalpins أو مشكلة hydrosalpins يعني كون تضخم أو fedfluid مجمع بالسالبنكس كون ما تلاحظون من الصور قدامكم ويكون أما anilateral أو bilateral هذا hydrosalpins وهذا خلاصنا من العداء وهذا تذكرون بي كون بريهيباتيس 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 أو بريهيباتيس هذا وين يصير قلنا communication المن communication الكلام بالطبع فيديو بريهيباتيس ليهن الشغلات التي سبب لي بي اي دي أو بي او ما هي هذه الشغلات الأكتب الذي قلنا نسي سبب لي بي نزيف السابق تمام اكو أبنتسيتس يسبب لي بي بال بي و الراتيش وما أقدر أمشي إلى آخره الراتيبال بالباول سينروم مهم معنا. Ovarian cyst accident يعني الشغلات التي يصور على الأورانست والشخص عندها.. شخصة.. شخصة.. أقصد فيما. عندها.. Ovarian cyst فالشغلات التي يصور على الأورانست كانه تنفجر كانه تلتوي كانه تجسمة يصور بها نزيف فيسبب لها من نفس العراب. Urani-intracked infection UTI Unfunctional belfic vein of unknown region اللي هو يعني يصير اكوفاد مشكلة بالفنكشن مات البالفك نتيجة لي سبب غير معروف. كراثيرا فور خوص بيتلازيشن يعني أنا شون عرف أنه هذا البانشنت لازم اوديه للمستشفى تجيني في ميال، تنطيني إذن العراض، يمت اوديه للمستشفى ويمت اوديه وهاي ضروري لازم تكون عندي المعلومة ليش هس رح نشوف أول شيء نيبلوتيتو اكسوكليو سيرجيكال امرجنسيز يعني إذا أنا ما أقدر تجيني البانشنت وما أقدر أنا أقلها أنت ما تحتاجين عملية ما متأكد، يجوز تحتاج عملية، يجوز تحتاج أمر طارئ فأوديها للمستشفى وخلص إذا هي بريغنينت، فالبريغنينت لازم شنه ولازم أتابعه حتكون متابعة تمام، ومن أطيها إبرة لازم أنا أضل على المراقبة، من أطيها علاج لازم عن مراقبة، وتحاليل وكذا، فلازم أوديها للمستشفى لأن شكوا شيء، أطيها لازم أشوفها على الطفل يصير لو ما يصير بعد، لا تستجابة الأوراثيرابي، إذا ما استجابت الأوراثيرابي، لازم أطيها أطيها إنجيكشن، والإنجيكشن لازم أنا أفكر أنه يخاف بريغنينت، تمام؟ ولازم أن أطيها إنجيكشن، لازم أتابع الوضع، صارت حساسية فردا، صارت حبوط فردا، إلى آخرين السؤال يعني إذا أنا ما أقدر، تقريبا هذا اللي موجود، ما ألبي أو يعني أشاف الشخص أو ألبي الشخص من الشعرات الإيجابيهة، أوكي، أو أدين المستشفى سيفير إلنس، نوزيا، فومنتين، هاي فيفر، أو تيوب أوفرين أبسس همرا، أو أدين المستشفى معناها لاو CD4 كونت، معناها لاو CD4 كونت، معناها لاو CD4 كونت، معناها يعني الشغلات اللي نسويها احنا بشكل عام أول شي رجيمي مصد بروفيد كابوريج أو في هاي شنو معناها؟ معناها أنه أنا لازم أنطي علاجات أو منعالج الشخص، وأنا بعدني ما أعرف بالشي اللي صائبة مثلا أو يعني مثل ما نقول أول ما أردعالجة آني لازم نخلي بالبال المصابيما بالقونوريا، تراكمات، أو بالقرام نكاتف بكتيريا، سترفتوكوكاي إلى آخره، فمن أنطي علاج أطي علاج يشتعر على أكبر عدد ممكن من عدهن، على موضي شافيهن، شون شارة البروز سبيكترون، أنتبايتك، فأنطي مبنائش في هذه المصابيات، سبيكتراكزون، دوكسيكريين، ومترولايزول، هذه المصابيات تطي المصابيات، فإنه أصابي ممتع على أكبر كمية ممكن من خلال، مثلا إذا هو عند تراكمات، أو غونوريا، ما أطي؟ أطي سبيكتراكزون، أطي دوكسيكريين، نحي يعالج وهذا يبقى المترولايزول، يعني لا يشتغل عليه، يبقى عادي، يروح هو تمام يطلع. فتكون مبين. العلاج مبين. لكن ما هو؟ لازم اخليه. تأتي بحرارة. يعني ما هو تأتي بحرارة؟ لازم اخلي بالي. إذا هذه البرقنة لازم الامر يختلف. إذا هاي مريضة عادة هساسية لازم الامر يختلف. تريتمين يجب أن تكون مستقبله كامل ومفرده كامل. لتأتي بحرارة لتأتي بسرعة. يعني أنا لازم نطلع العلاج بسرعة. ونطيب بالكمية الممكنة. على مو الأتفادة أنه يصبح لدي كميليكيشن عدد الباشن معتي. في الباشنة مع أبلثيك أبسيس. الذي يعني أبلثيك أبسيس. تأتي بحرارة. يعني يجب أن يكون أبلثيك أبسيس. لتأتي بحرارة الأبسيس. لتأتي بحرارة الأبسيس. وكذلك إذا ممكن يحتاج أن يزيل السالبنكس وزيل الأوباري. إذا من تقلع لهم. وليهنا وصلنا إلى نهاية هذا الأكتر.